مرحبا بكم الناس الكل اليوم الفيديو سوف يكون وصفة كتبديل الجو تغييرات في الكوجينة زد خزانة في الكوجينة الوصفة هي الروز لا تخطنيش خاصة في الصيف نحب نزرب حتى معها فايم شربة سخونة تعدى في الصيف تكفي زبدة زيت زيتونة وعندي روز أبيض المهم روز أبيض تحب أصفر تحب تعمل أصفر أعمل أصفر على روحك نقليه بالقديق بعد ما نشلوا مليح نحن نشام نقليه في الزبدة والزيت بش يعطي لون مزيان ومطعم بنيل وفي نفس الوقت يعمل كل غليفة فوق كعبة الروز خطيت عليه رشتين ملح ثومة رشتين ملح ونحن نغطي ويقوم بشعور نصب الروز نضيف ماء ونفس المقدار ونعمل وإذا روز أصفر يأخذ الدوبل تقريب أكثر روز أبيض على زوز كسين ونص ماء ورز أبيض ليس الأصفر ونعمل أيضا ونعمل ونصبت ونعمل ونقصت في الغاز نقص على الغاز ونقص على الغاز وكنت بالتفكير فردت على الصخانة ونعمل ونعمل ثم اضطيته بابير كويسون والليمينيوم و اضطيته في راحة من عقله جيت نحضره في السلاطة السلاطة اللي بشخلط بها الروس عندي اخيار ولا فاقوس وطماطم عندي رهي بديت تجلد و احلتلي الحرف متاح في المكينة يخي كي هبط عليها السفنيريا و اتعديت و هكي عمد قصيته مكعبة صغيرة اخيار ولا فاقوس و سفنيريا وطماطم و عندي شوية طن و اضطيته و اضطيته و اضطيته و خلط الكل مع بعضهم و عندي الفلفل ملون بش نزيده كبير الفلفل و اذا تحبوه قصوه مكعبة صغيرة كيف و كيف السلاطة و عندي الفلفل اخذ الوصفر وورنجي و احمر الوصفر و اخذ الوصفر لانجي و نعمل الوصفر و انتوني و نوع الوصفر و كل واحد يستحق كمية معينة و و كل واحد يستحق كمية و وقف معينة متعطيب انتم اكتبوا لي في التعليقات الوصفر مثلا كيف ستطيبه وحده و الكيس قداش عليها من ماء و الوصفر هنا يتقنى الى ماء و لتستنفع الى الماء بسبب 4 ماء وهذا نصفر سيطى و يتطلب نظر و يتطلب ماء يطلب على نار عالية و يتبط على كعبة و يطلب على نار و يلتب على نار و يتطلب على نار كلا كاكا النار ليس عالية للروس لا تريد أن نفوره دعوه سخون لتشرب نكهة البنينة والفينيغريت وحضرت في التقديم خبيهم الفخارات وصليتتنا حضرت نعملها نعملها لماذا؟ اجدتنا لأيكم وتفترضي لدي الخزانة لدي الخزانة أعطيتها المال في بيتها ولا تشربت لا تشربت ولا تشربت ولا تشربت ولا تشربت ولا تشربت ونبخل لكي نجب القدامي ونمشي والخزانة تبيع عناقسة في الكوجينة فما بلسطها دجت عايت يا بابا يا امي لقيت هذا بعد عناق طويل ولا دي ما نلوش في امازون لقيتها اللي عجبتني لقيتها عريضة بها الوحدة متاحة ارتب من برا كيلو 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 مرية ومنظرها كيف كهك في فريجيدي وتركب يا تحبك اللوطانينا ذو كم تحبهم الفوق وطويل اللوطة معنى القصار الفوق وطويل اللوطة تقول عليها كونجيلاتور من فوق وفريجيدير من اللوطة وللعكس اين عملتها العكس وطوى جيت بعد ما ركبتها وتركيبها سهل مهل زادا ركبتها وجيت نحيلها في الغليف متاحة خطر البيبان متاحة يلقوا كما قلت لكم ما نحفظش لسيميرو متاع عشنو المتير والماركة وقايا حتيتها الهنى ركبتها هكا الهنى اللي فرحانة بيه اللي نقص لي برشد بش من بيت المونة والمارو هذيك اللي عندي وانكستخيدي جا واحده في الكوجينة وكل وكل شي والله واضح قدامي بعض ما مات هذتلي كدبشي الكل ومع الفخارات اللي جبتهم من تونس وكل وكالمعونات هذت قلت لكم رحمتني اغزرو كيفاش حط كدس بوه على خوه مش لازم تنظيم وديكور ودرشنوه المهم كل شي قدامي ومعنايك نحل الخزينة نراكل شي قدامي ومسطورة هكا البيبان مستورين ما هي الشكلة توجع العينيك تتعدى على الكوجينة ولا توتر العصاب حاجة تهزلك دبشك وقدامك واضح في نفس الوقت ومسطورة اكثر حاجة حتى اكلي فوقها حتى اكلي فوقها حتى اكلي فوقها فوق الفريجيدير حتى يترحلوا او كبغلو ماما واحسن حاجة فيها تتسكر وحدها تسيبت وقديت الكوان هكا تطيب هكا شوية عملت كوان تصوير شوية وبدأت النظم في الكوجينة جبتك القشرات اللي ملي سكنت تقريب ما هبطتهم هكذا ما عملتش تخي يمكن مرة تقريب اي مرة تفكر عملت تخي اما طاوة نحيت الحاجات التي نستعمل هايش اللي تعديو عليها اشهر وما تستعمل هايش نحي نحط على جنب ونحط الحاجات اللي ديما نستعملهم وديما قدامي وبطبيعة خصلت هذيك الواحدة خاطره تحت الجاز طول نلقى فيه طشات 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 عميكلة طويلات طشات سكينة فتور هنا عملت صحي المقلي قلت لي ما نحب صحي المقلي كم تونس عملت لها صحي المقلي وحوت وصليتة ما صورتش الحق جوزتها في الاخر بالكل ما كتعرفوا حصيلو كيفاش نعملوه والحوت اذاك مفوح كركم وطابلو كروية وموتارد وفلفل احمر وكمون وهم اللح بتبع وثوم هارسل وثوم وحطيتوا يتقلي اكها وهكها وهذا الفيديو متاعنا كان لليوم ان شاء الله يكون خفيف الضريف عليكم وتعلمتم منه واخريته فكرة هكا جديدة وفي حلقة اخرى وفيديو اخر ان شاء الله وبسلامة